حثى المبعوث الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة فوت سونغ إسرائيل على الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وقال مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة إن قرابة 80% من المنازل في غزة تعرضت للتدمير فضلا عن أن 85% من المنطقة تغضع لأوامر إخلاء طارئة يفرضها الجيش الإسرائيلي وأضف أنه رغم دعوات المتكررة من جانب المجتمع الدولية لوقف إطلاق النار وإنهاء القتال فإن إسرائيل تتجاهل تلك الدعوات ولم تبدأ أي إشارة إلى وقف إطلاق النار